من الحديدة نداء جديد للسلام حيث أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مرتن غريفت زيارة إلى المحافظة المشتعلة وفي المهمة الجديدة يتعدى الرجل حالة اليمن مبشرا أن أنظار العالم تتجه صوب هذه المدينة فالسؤال هو هل كان العالم ينتظر هذه القفزة إلى شواطئ الساحل الغربي لينظر إلى الحديدة ومأساتها وتفوز بهذه النظرة الاستعطافية الآن تصاعد التصريحات الدولية ليس أكثر من تلطيف للحرب في اليمن من خلال هذه البيانات الرنانة إذ اقتصرت على الحديدة فقط ومينائها وهو بالضرورة إنعاش للميليشيات الإنقلابية وإهمال لمسرح الجريمة الواسع الذي تواصل الميليشيات العبث به في المحافظات الأخرى فالأرض التي يقف عليها المبعوث يتخذ منها المجتمع الدولي ذريعة لوقف الحرب لكنها أيضا لا تنظر إلى تبعات الإنقلاب واستمرار غطرسة ميليشيات الحوثي وهو السياق الذي اتهم فيه رئيس الحكومة معين عبد الملك الميليشيات بعدم الجدية بالانخراط في المفاوضات المرتقبة مؤكدا أن لا بوادر حقيقية من الحوثيين على الأرض للسلام في سياق لم يتعدى موقف رئيس الحكومة يعززه أيضا وزير الخارجية خالد اليماني والذي تحدث عن ضرورة توقف ميليشيات الحوثي عن طرح شروط تعجيزية ومحاولات المراوغة والاستمرار في التعنت أمام جهود السلام استعدادات عقد مشاورات السويد تفتح آفاقا جديدة للسلام في اليمن لكن ما يسبق هذه العملية لا يوحي بذلك ولا يحتاج المبعوث أن يذهب إلى الحديدة ويطلقها من هناك فالمجتمع الدولي الذي وجد ظلته على ضفاف البحر الأحمر تعامى عن نهر الدم الذي فجره الحوثيون في بقية البلاد والجماعة التي تقصف وتقتل وتخططف وتعذب لا يزال قادتها يتلقون التدليل الدولي على الدوام ليكون هذا مقياس علاقة المجتمع الدولي بهذه الجماعة